أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا كرام في هذا البدء المباشر وحوار رفقة المجموعة الغنائية متألقة لأكيد أن المجموعات الغنائية في المغرب توحشناهم توحشنا أغانيهم لأنه الناس اللي كيخرجوا كلام موزون كلام اللي كيوصل وفيه دميساج كبار فمجموعة مسناوة شكل ما كيعرفها شكل ما كبرش مع الأغاني دياركم شكل ما كتعجبوش الأغاني دياركم ولمسات دياركم أكيد فعودة إن شاء الله قوية للصحة الفنية المغربية مرحبا بكم أولاً وسعادة وأنا سعيدة جداً أننا غير نحاوركم اليوم نتمنى لكم كل التوفيق وجنال الكواليس ديال الأغنية الجديدة اللي إن شاء الله غادي تكون قريبة لجمهور مرحبا بك ألاً لو مرحبا بك سي ميلوك جمهور مغربية توحشكم هذه أول حاجة أولاً قبل كل شيء كان نوجه التحية ديالنا لكم انتوما بعد اللي جتوا ضربتوا تمارا مش تشوفونا و مش تحضروا معنا و ثانياً كالرحبوا بالجمهور المغربي عامة داخل الوطن و خارج الوطن مجموعة مثلنا وهي غابت و ما غابتش غابت كعناصر ديالا لكل واحد و فين كتاب لي يمشي و ما غابتش بقي العامة إن شاء الله و بقي الجد و بقي الاجتهاد بحضور أخويا حسين الدك اللي دينا مو ديال مجموعة مثلناه بعد الغيبة الطويلة في أوروبا وهذا و الأخ حميد بالملاس و الإخوة العمار عمار و أخويا حسن غازوت الآن احنا من هامكين كمشتين احنا بستوديو دابا خدمين على واحد العمل جديد إن شاء الله ألقا لما ستديرو الأخيرة قريبا إن شاء الله باش يكون عند الجمهور و يسمعوه إن شاء الله بعد الغيبة الطويلة إن شاء الله بإبن الله الجمهور الأكيد كيف ما تكتسمونه في مشتاق الإجليسة الفنية و الأغانية الجمعاتية يعني كل شيء كبر معها مثل غيوان المشاهد و جمعات السيهان و جمعات كبار كانوا يغنيو كي وصلوا النساج للجمهور كالجمهور كي تفعل مع الأغاني ديانوه كين دا بقى أغاني جديدة ديال الشباب لكن كل ما عاقلية ضد لكن الآن مجموعاتي الأكيد عنده وحد قيمة كبيرة عن الجمهور المغربي لا سواء الكبير ولا صغير منك اشتغل ليش أغانية ديال مجموعة غيوانا أيوم ما كيكونش عارفة أو ما كي عيش مع غيوانا غير بيك الموسيقى كتنزروح ديالك فالجمهور الأكيد تحشكم و تحشوكم في مهرجانات نبدأ كورونا و تشاهد الإيران و لاتمنى لهم نتمنى إنه كل شيء عالية و تتركونا بجرده هل فبتراجعوا في الساعة الثانية كيف يقوموا في تليفزيون و هل الاشياء و هل اعلام قصد حقكم كيف يقوموا في تليفزيون كيف تقفوا في رجانات؟ هذا هو بيت القصيد هذا هو الأول قائد لا يوجد إطلاق المعربي هل التليفزيون يسويل في فيني أو لا تسويل فينا فهل و هل و اسياء الصاخة و هل وزارة الثقافة هي تسويل فينا تعالو لا تسهول فينا وش الإداءة وش تسهول فينا الإداءة الوطنية والحمد لله شوف تيفي سهولت فينا هذا الجميل سهولت فينا وترجع للصلاة نقول لك أن أغنية على مستوى الشكل على مستوى لإقاع على مستوى الكلام تختلف عن سائر المجموعة مع احترامات الكل لأن كل واحد عنده الطابع ديالو كل واحد عنده المستوى الكلام الذي يحاول يبحث فيه تبحث في التراث تراث المغربي الأصيل على مستوى الشكل الآلات ديالونا معروفة الآلات نغنيو بيوم البوصق السنتير مستوى الإقاع المعروفة مستوى الموضوع نحاول نبحث ونشتهد في مواضيع اللي يمكن تسمىها مع أمك مع أبك مع أخوتك مع عائلتك ما كنش كين مواضيع اجتماعية اللي عنده هدف وهدا هو باش مستوى تمييزات على المجموعات الآخرين وكنتمنى ان شاء الله العطاء يستمر لأنه كان بحتو باش نحاولوا أردوا الجمهور المسناوي والجمهور المغربي من طلجة القوانة إن شاء الله إليه ولو تحضرين أغنية نقولها ويف تجعلها مفاجأة؟ لماذا نقوله؟ المفاجأة هي ستسمعها فقط تفاصيل على أغنية وطنية؟ التفاصيل هي ليست بأغنية وطنية أغنية وطنية ماذا إن شاء الله ستخرج هذه الأغنية مصوبة ومقدة هذه الأغنية كما أردت من اللي أردت من الخيط نهضروا عليها تقايا هذه الأغنية سبحان الله أغنية جميلة جداً اللي مخدمة عن طريقة مغربية لأن لأن النماط الحساني داخلته هو في التوراة المغربي حاولنا نشاهده فيه ودرنا أغنية ودرنا أغنية على مستوى الغناء الحساني الموضوع يتعلق ببلادنا العزيزة الصحراء المغربية وتبقى مغربية دائماً ودرنا أغنية ودرنا أغنية بلادنا أغنية والفرحة والسعادة ودرنا أغنية والأغنية والأغنية في مقاطعة الحي محمدي كانت منه الرئيس الجديد سبارك الله عليه يشوف فينا بديك شوفه وحده ترد الروح فهذا العمل هذا السيل حسين والدوج روح مجلس المدينة كذلك حطينا فيه دوسي كان هضو على الحكم الداتي والعالم كله كهضر على الحكم الداتي من اللي درنا اغنية على الحكم الداتي في الصحراء والتوحد ما يجعبنا والتوحد ما تكلمنا ونتسنا ونتسنا وان شاء الله توزر ثقافتها يتحرك السلام عليكم شكرا الاستضافة مرحبا والذي سأتمنى من الجمهور الكريم يتقبل مننا بعض الأغاني ان شاء الله سيأتخل في الصوب ونتمنى أن نكون في المستوى وطرق الجمهور الكريم داخل الوطن وخارجه وشكرا لجميع المتتبعين وشكرا لكم وطرق الجمهور الكريم وشكرا لكم زرعة التمار الخير جنيت هاشوك يدمي اليدين وشكرا لكم انا اللي علمتك تعوم وجاي اليوم بغيت تغرقني انا هديتك مشموم حطيتني في الصوم وبالرخيص بعتيني وخليتها تسمعها كاملة اتبقى الله عليكم اتبقى الله على الجمهور ان شاء الله بر صلى الله عليه وسلم ايه 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 ايدي ايه شكرا لكم 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 شكرا لكم